مرحبا اسمي فاطمة أليم مصطرونة إماراتية للأزراء مشاركة في معرض أنام الإماراتية تابر للوزارة وزارة الإمارات كبيراً ومثل ما تشوفون عندنا إحنا تصاميم مختلفة أكثرها مشغولة باليد تطريز يدوي عندي جلابيات وكذلك عبايات ونفس الشي العباية اللي أنا لابستها من تصميمي فاتمة كلمة عن تصميمك ترجينة شوية قطعة الشحينة مثلاً مثلاً هذا التصميم عندي أنا باست سالة نباع عندي وايد بألوان مختلفة جداً لأن الشغل شغل يدوي باحت يعني بالإيد حتى الشغل المغربي والسيمبل وينفع لكل الأعب التطريز قديش أخذ وقت معي؟ يأخذ تقريباً يومي على كل يبس وكل دمع تقريباً أديش الأسعار متقومين؟ أسعار تتراوح بين 750 إلى 950 أسعار مناسبة للجريع ونحب أبوال أبويت بالأسعار عشان يكون متناول الجريع وشو الهدف من هيدا الإيذن؟ من هيدا المعرض أنا شاءت لأن كله مصميمات إماراتية الهدف إن المزارة حب تشجع الشباب والشابات الإماراتيين إن يتطورون في شغلهم الخاص سواء كان هوم بيزنس أو عندهم محل بس الموضوع للإماراتيين فقط أوكي طب بنشوف قطعة تانية سوف عد السيجنتر السيجنتر كافتانز أوكي موجودين كلمرة يعني بألوان زدفة طب أفكارك من أين بتستوحية؟ نحنا عم نشوف في تدور دائماً بالأفكار على سعيد العبايات على سعيد الطفاتين أنا أمشي على الموضة يعني الموضة الحين تقول شغل يدوي في قطعة بارزة نفس ما نشوفون فهاي الموضة وأنا أمشي عليها كما تغيرت الموضة تتغير الأبكار أجدد الأبكار وبسطي عندي أشياء خانية وشو مخططاتك للكولكشن الجديدة؟ إن شاء الله الكولكشن الجديد بيكون السنة الجاية قبل رمضان والعيد إن شاء الله أشياء الجديدة وقطة عديدة وإن شاء الله تكون مسترد من الهند مايسي كيفان